اشتركوا في القناة وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال في كتاب التوحيد بابا قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوادكم وعشيرتكم وأموالنا قترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ودهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بدأنا في هذا الباب في الحديث السابق وفيه المحبة لله سبحانه وتبارك وتعالى وأن المؤمنين يحبون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى فوق كل محبة وهذه المحبة ليست دعوة أنه يدعي أنا أحب الله وأنت تحب الله والثالث يحب الله دعوة من غير عملها ولكن دعوة يحققها العمل ولذلك الآية التي يمتحن الله عز وجل به عبادة آية المحنة كما يقولون وهي في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله هذا الامتحان أنت تدعي وكل إنسان يدعي طيب فين حقيقة ذلك إذا كنت تحب الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله في أعماله في أخلاقه صلى الله عليه وسلم عليه فيما أمرك فيه تأتمر وتفعل فيما نهاك عنه تنتهي وتلتنب فإذا أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أنت فعلا تحب الله سبحانه وتبارك وتعالى فإذا كان الإنسان يزعم أنه يحب الله ومع ذلك لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل شيئا مما يأمر الله عز وجل به إذن هنا هذا يقولها دعوة فقط أنا أحب الله وهو تارك للعمل الذي أمر بهم حتى يحب العبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى يقول العلماء لابد من أسباب أسباب تجلب المحبة وهذا أمر عظيم جدا أنك تستشعر حب الله سبحانه وتبارك وتعالى تحب الله يدفعك للعمل يدفعك لأن يكون في قلبك الأمل يدفعك أن تخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى حب الله طريقك إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى لذلك يقولون عشرة أسباب من الأسباب التي تجلب هذه المحبة أنك تحب الله فيحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى أولها القرآن العظيم القرآن سلاح المؤمن كتاب الله رب العالمين أن يمتلئ قلبه به يحفظ كتاب الله أو يحفظ ما استطاع من ذلك أو يقرأ في كتاب الله سبحانه ويتدبر كما أمر الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لو أن القلوب من يش مغلق سيتدبرون القرآن لو أن القلوب أغلق تحط على ختم تحط عليها قفل هنا لا يتدبر القرآن ولا يفهم كلام الله سبحانه فيقولون قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لما عنيه وما أريد به هذه واحدة الثانية التقرب إلى الله عز وجل بما فرضه ثم بالنوافل هنا حادثين لذلك ربنا سبحانه وتبرك وتعالى يخبرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هو أحب إلي مما افترضته عليه الشيء الذي يحبه الله عز وجل منك الفريض تصلي الفريض تصوم الفريض تحد الفريض تؤدي زكاة الفريض الفريض هذا أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل طيب وبعد ذلك قال بالنوافل النوافل لا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحب إذا يصل في النهاية إلى أن الله يحبك بالنوافل كسرت النوافل تصوم الفريض وتصوم نافلة تصلي الفريض وتصلي النافلة تزكي الفريض وتصدق بالنافلة تحد لله عز وجل الفريض وتحد نافلة تعتمر وتتنفل بذلك إذا تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائد وأيضا بالنوافل فإذا أحبك الله عز وجل كان معك قال كنت له سمعه الذي يسمع به ووصله الذي يبصر به ويده التي يضطش بها ورد له التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا يبقى من الأسباب الجالبة للمحبة قراءة القرآن وحفظه والتدبر في معانيه الشيء الثاني التقرب إلى الله بما فرضه وبالنوافل بعد الفرير الثالث دوام ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى على كل حال ذكر الله العاصم للإنسان من الوقوع في الخطأ والخطيئة ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبرنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة تنهىك عن الفحشاء والمنكر إذا خلص الإنسان صلاة طيب حين تبه بالناس وانتبه الكلام لك لا أكثر من ذكر الله لا تترك ذكر الله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت صلاة صحيحة متقبلة ثم بالمداومة على ذكر الله تكون دائما مع الله أنت في معية الله لذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العباد ذكر الخروج من المنزل ذكر الدخول للمسجد ذكر السوق ذكر الطريق الخروج من المسجد الدخول إلى البيت التسليم على الأهل أذكر أذكر يكون المؤمن مشغولا بالله سبحانه وتبارك وتعالى فيحبه الله ولذلك رده ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه أخبرني بشيء أتشبس به أتمسك به أحد أتمسك بها الأشياء كثيرة أعمل إيه ولا إيه فدله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هذا الشيء يدل على الجميع قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله رطب لسانك بذكر الله رطب قلبك بذكر الله إذا كان على لسانك على طول أنت تذكر الله تستريح هو مش ألنا كده في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب الطمأنين لقلب الإنسان المؤمن بذكره الله سبحانه يستشعر أن الله معه إذا ذكر الله ولذلك ربنا يخبرنا بذلك وأنا معه إذا ذكرني هنا الله مع عبده إذا ذكره ألعب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فيتعاهد العبد ذكر الله باللسان وبالقلب وبالتذكرة وبالأمل المعروف وبالنهي عن المنكر فيكون له نصيب وافر من محبة الله ولذلك يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه طول ما أنت تذكر الله الله يذكرك سبحانه وإن ذكرني في ملأ أنت ماشي دعيت الناس لله عز وجل دعوتهم للصلاة أمرتهم بمعروف نهيتهم عنك ذكرتهم بالله الله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ الذي أنت فيه في ملأ الملائكة فلان يذكرني فيه يأمر في البيفية يأمر بكذا وينهى عنكذا فلان كذا فيذكرك الله سبحانه ويمدحك ويسني عليك سبحانه تبارك وتعالى رابع الأشياء التي تدلب المحبة إيثار محابه على محابك أن تؤثر ما الذي يحبه الله قد أحب أنا الشيء الفلان وبعدين يقول لا هذا غلط لا تفعل هذا شيء هذا حرام يبن نؤثر محبة الله على محبة أنا للشيء قد يكون الإنسان اعتاد المعاصي أنه يصرف بصره ينظر للناس وينظر للنساء ويعلم أن الله عز وجل يمنع من ذلك وقل للمؤمنين يغض من أبصارهم وقل للمؤنات يغضدنا من أبصارهن يقول أنا أحب هذا لكن الله لا يحب ذلك نؤثر محبة الله على ما أحبه أنا فيغض بصره يعوضك الله عز وجل بمحبة في قلبك يعوضك عن هذا صرفت بصرك يزيد إيمانك في قلبك يبه هنا إيسار ما الذي يحبه الله إنسان يحب الله واللعب ولكن الله يكره ذلك يبه المؤمن إذا أخذ نصيبا من ذلك يروح به عن نفسه يقول أشهر يوم كل لعب له ولكن ساعة وساعة يبه هنا يؤثر ما يرضي الله على ما يحبه هو في نفسه الخامس مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفات الله العلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تسعة وتسعين أسمى من أحصاها دخل الجنة الله له تسعة وتسعون أسمى من أحصاها قالوا حفظها وقالوا من علم معانيها باش مجرد حفظ لا علم معانيها واستعملها في الشيء اللائق بها يؤوم يعرف اسم الله الرحيم فيطلب منه الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى يعرف اسم الله الرحمن في الدنيا وفي الآخرة بالمؤمنين فيدعو ربه سبحانه ويرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله يعلم أن الله شديد العقاب يحذر من عقاب الله سبحانه يحذر من الوقوع في الخطأ لأن الله سيعاقب على الخطأ إلا أن يعفو سبحانه يؤوم المؤمن يتذكر أسماء الله يحصيها يزاكرها يفهم معناها يستحضر في كل حادثة ما يليق بها من أسماء الله عز وجل فيدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى بها إذا مطالع لأسماء الله بلسانه بقلبه هنا يجول في ملكوت الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلم السادس مما يملأ القلب المحبة مشاهدة إحسان الله سبحانه مشاهدة بر الله التذكر في النعمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يؤمن المؤمن هو قاعد يتذكر أنا بتكلم من اللي لا يعطاني هذا اللسان والشافة الله من اللي أعطى الإنسان العلم أن يذكر به الله الله سبحانه هذا فضل الله عز وجل أنا بأكل وأستطعم بهذا الأكل وكم من الإنسان بيأكل مش طائع إنه بأكل بيأكل يردع في ساعتها بيأكل يردع يخدوه على المستشفى علشان مش عارف يأكل فتستشعر النعمة إنك بتأكل الأشياء القليلة أو الكثيرة تستطعمها تأكل عشو ملح تستطعم الملح تحط على الطعام ملح يجي إنسان مريض ده كثرة منعين لا ما تحطش ملح لك للأكل ملوش طائع مش عارف أكل تستشعر نعمة الله عز وجل عليه مريض المرارة يقوم يأكل لكن الأكل كله مر في بقية مش عارف أكل شي تستشعر نعمة الله إنك بتأكل وتستعذب الطعام تستروح بهذه النعمة التي أعطاك الله مشاهدة بر الله عز وجل بك لما تتذكر نزلت مصيبة والله عز وجل رفعها نزلت مصيبة والله سبحانه وتبارك وتعالى خففها حصل كذا كان حيحصل كذا كم من الأشياء تحدث لو كل واحد منكم أعطيح يحكي والله كان حيحصل لي كذا وربنا نداني منها كان حيحصل لي كان حيحصل للعيال كذا ابني وأعمن كذا وربنا أنقذوا أشياء كثيرة جدا فحين تستحذر ذلك تتذكر نعمة الله عز وجل عليك فتحب الله الذي صرف عنك السوء وصرف عنك الفحشاء وجعلك اختارك إيش معنى أنتم لربنا جابكوا عشان تصلوا الفجر إيش معنى أنتم لجيتوا عشان تسمعوا هذا الدرس وتحضروا في جلسة عشان المليكة تدعوا لكم وتشهد لكم عند الله سبحانه وتبارك وإذا بيش نعمة الله عز وجل عليكم نعمة الله أيقزكم عشان تصلوا الفجر وتكونوا دنودا لله سبحانه وتبارك هذه نعمة تستحق منكم أن تشكروا الله ولئن شكرتم يزيدكم الله سبحانه وتبارك السابع مما يجلب المحبة الانكسار استشعار الضعف إني ضعيف إني عبد لله سبحانه عدم الاستكبار عدم التعالي على خلق الله الانكسار بين يدي الله سبحانه وتبارك هذا مما يقرب العبد إلى ربه سبحانه طول ما الإنسان يتواضع الله يرفعه الله يرفعه طول ما الإنسان يتعالى ربنا يخفله أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه من تواضع لله رفعه الله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة لذلك عايز تتعزز أعفو عن الخلق أعفو عن من ظلمك كن مع الله سبحانه انكسر بين يديه قل له أنا عبدك ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك إلا حصلني من جرحات في الحروب إلا حصلني من كده كل عدل يربي منك أستاهل هذا أستعق هذا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك كل هذه المقدمة الجميلة العظيمة اللي فيها الانكسار يطلب منه أن تجعل قرآن العظيم ربيع قلبه تجعل قرآن العظيم ونور شدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يجعله قرآنا متحركا صلى الله عليه وسلم وكان كذلك كانت عائشة تخبر عن نبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن شوف القرآن بينهى عن هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا من الأسباب الجالبة لمحبة الله العبد أن تتواضع وأن تنكسر بين إلي الله سبحانه وتبارك وتعالى الثامن الخلوة مع الله سبحانه في الاعتكاف في الثلث الأخير من الليل تقوم من النوم تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى تقرأ القرآن تصلي والناس نيام تكون قريبا من الله سبحانه التاسع مدالسة المحبين الصادقين من يحب الله تدلس معه سيذكرك بالله سبحانه تبقى دلسة كلها خير الذي لا يحب الله بيظهر من عمله حب الله وحب الله وابعد عن الله سبحانه الله دالس الصادقين المحبين لله ينضحوا عليه بما فيهم من حب لله العاشر والأخير مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه أي حادة تبعدك عن الله يبعد عنها والله فلان بمشي معي يفضل يغتب في الناس وينمي في الناس يبعد عن فلان هذا فلان هذا يدعوني للمعصية إبعد عن فلان إلا إذا كنت تقدر تدعوه إلى الله سبحانه هذه عشرة أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نحصيها وأن نقوم بها أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين